اللهم زود دولاراتنا اللهم زود إفراجاتنا إيه بقى الإفراجات؟ الإفراجات برضو تقدر تعتبرها انفراجات والفرج دايما من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني تتميم اتفاق واستثمارات رأس الحكمة كل ما يتم الحديث عنه عن اتفاقات واستثمارات جديدة منها اللي في شرم الشيخ ومنها اللي في البحر المتوسط كمان زي الاتفاق الصيني وما إلى ذلك كل يعني لسه شغالين عليه برضو بالمناسبة وإن كنا تم بالفعل توقيع البروتوكولات المبدئية بتاعت هذا الاتفاق والاستثمارات الصينية الصناعية العملاقة وده برضو علشان الناس اللي عايزة تفهم تقدر انها تفهم اللي احنا بنقول ولأنه في البعض يجي يقولك يا جماعة طيب الاستثمارات الكتير حلوة وجميلة بس احنا عاوزين المزيب من التنمية في مجالات الصناعة علشان كده جاي الاستثمار الصيني ان شاء الله ربنا بس يتموا على خير طيب ربنا سبحانه وتعالى لما زود دولاراتنا فزود افراجاتنا عن البضائع اللي كانت موجودة في المواني المصرية والارقام بتقول انه تقريبا بيحصل افراجات عن اجمالي بضائع بقيمة حوالي مليار و300 مليون دولار امريكي طيب ده اثروا الاجتماعي اثروا ايه على الاسعار بالفعل بعض المواد الغذائية زي الزيوت على سبيل المثال بدأت اسعارها تهدى حبتين الدواجن في طريقها للهبوط لكن هتنزل بشكل تدريجي نظرا لمسألة الدورة الداجنية لـ 45 يوم وما الى ذلك لكن اللحمة المستوردة سعرها بدأ ينزل شوية في الاسواق واظن السعر وصل لحوالي 200 جنيه بعد الافراجات الجمركية الاخيرة